شايفين الطفل السعودي الجميل دوت ايوه الطفل دوت وقعت عليه ثروة من السمع من حيثه لا يحتسب ولا يعلم والثروة دي كمان جايله من اعماق البحار يعني هبطت عليه ثروة من عند ربنا والثروة دي كانت متعناله في اعماق البحار يا ترى الطفل دوت واهله عملوا ايه علشان يوصلوا للثروة اللي بالاف الريالات دي تعالوا نشوف الحكاية مع بعض حكايته حكاية غريبة جدا فكرتني بصورة الكهف لما ربنا سبحانه وتعالى حافظ الكنز للايتام وجعل سيدنا الخطر وسيدنا موسى عليهما السلام يبنوا الجدار فوق الكنز دوت علشان لما الايتام دول يكبروا يكتشفوا كنزهم لان ابوهم كان عملوا صالح دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى رزق الطفل دوت بكنز من اعماق البحار ورمهولوا على شاطئ البحر علشان يحصل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة اخترنا لك النهاردة هكلمكم على حكاية حصلت بالفعل حصلت امبارا 12 ديسمبر 2020 تفل سعودي يعصر على كنز بقيمة 2.5 مليون ريال سعودي طب ازاي تفل اتلقى الكنز دوت وايه هو عبارة عن ايه الكنز ده انا هحكي لكم الحكاية بالتفصيل شايفين التفل السعودي دوت شايفين الحاجات اللي قدامه دي ايه الحاجات اللي قدامه دي ده العنبر العنبر دوت اتلقاه الطفل ده بالصدفة بمحافظة الوجه بتبوك بالمملكة السعودية اتلقى 15 كيلو من العنبر باهز الثمن وهو بيتمشى عبر شاطئ في جنوب المحافظة شاطئ بحر ووفقا لصحيفة عاجل السعودية كشف المواطن محمود ابو سالم ان ابنه عبد الرحمن وجد قطع عائمة شبه الصخور الا ان هي اخاف وزن من الصخور يعني احنا لو قلنا طب هو صح ده ودي صخرة هتنزل جوه البحر مش هيقدر ان هو يشيلها لانها تقيه لا مثلا او كده لا العنبر اخاف من الصخور وليها تلات الوان الاسود والترابي والاحمر هو واسرته شقه في طبيعة القتل دي وبالفعل اتلاقوها عنبر واللي اوضح ان هو وابنه عرضوا الصخور على تجار عنبر واتلاقوه ان هي غالية وان التجار دول ممكن يشتروها ان سعر كيلو العنبر الاحمر بمية وسبعين الف ريال والعنبر الترابي بمية خمسة وربعين الف ريال والعنبر الاسود بمية وعشرة الف ريال طب يا جماعة ايه هو بقى العنبر دوت انا مشيت ورا الموضوع وعرفت لكم العنبر وانا صغيرة عارفة ان العنبر ده بيستخرج من الحوت مش كده اللي ما يعرفش كمان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل الحوت يفرز العنبر ده وبيسمى كنز البحر او الزهب العائم والعنبر ده بيفرزه الحوت من الامعاء بتاعته وفي اه ساعات بيكون له قوام شامعي بيستخدم العنبر في صناعة اغلى انواع العطور وبيستخدم كدوى من مئات السنين وكان زمان مصدر العنبر لغز بيحير الصيادين لغاية لما بدأ الصيادين حيتان العنبر في حوت معين هو اللي ربنا يعني جعل العنبر ده يطلع منها معاقه اكتشفو الصيادين وبدأوا يصدادوا حيتان العنبر في القرن التسعة عشر ولما ازداد اه يعني السيد في بعض الدول منعت السيد للحيتان ومنعت بيع العنبر علشان السيد الجائر للحيتان والعنبر له الوان كتير وله رواقح مختلفة والعلماء اختلفوا حول سبب افراز الحوت لهذه المادة وفي علماء بيرجحوا ان الحوت بيفرز العنبر علشان يحمي اعضاء الداخلية من منقير الحبار الحادة انتو عارفين الحبار اللي هو يعني عندنا اسمه الصبيت او السبية الحوت بيأكله الحوت بيأكله فعلشان يحمي اعضاء الداخلية بيقوم بيفرز مادة العنبر زينا كده سبحان الله ربنا خلق لنا المعدة بتاعتنا بتبطل نفسها ببطانة معينة لما حتى البطانة دي بتقل يقوله ايه ناكل قطعة زبدة على الريق او ناكل اللي هي الملوخية او القلقاس علشان المادة دي الزديد عندنا بتحمي جدار المعدة فالحوت بيفرز المادة دي اللي هي العنبر علشان تحميه لما ييجي يأكل الحبار لما بيتناول كمية كبيرة من الحبار علشان يحمي معدته بيفرز العنبر سبحان الله سبحان الله ربنا جعله يفرز المادة الجميلة دي اللي هي رواقح متعددة وجميلة عشان الانسان يستفيد منها ويستعملها في صناعة أجود وأغلى أنواع العطور وبهدف حماية الحيتان من الصيد الجائر والانقراض طبعا بعض الدول منعت الصيد الجائر ومنعت بيع العنبر وسعره مرتفع جدا وبيستخرج من كبد الحوت وأشهر أنواع الحيتان العنبرية في العالم فبنقولك يعني المؤكد إن شاء الله إن لما الحيتان دي بتاكل أنواع كتيرة من الأسماك علشان تحمي نفسها الكبد بيفرز عصارة العنبر دي علشان تبطن الحوت وما يتأزاش أعضاء الداخل هي من الأكل وبيستخدم كالبخور ويستنشق دخانه لمعالجة التهابات الجيوب الأنفية وتصوره كمان بيخفف ألام الرأس والصداع ومنشط ومقاول الدماغ وعضلات القلب ربنا إن شاء الله يرزقنا كده ثروات من حيث لنا احتسب وأهم ثروة في العالم بكلها السحة والسدر والأسرة الطيبة وربنا يديم علينا نعمة ويرزقنا من واسع فضله لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك لقناة اخترنا لك واشتركوا فيها وشيروا الفيديو علشان يوصل لكم كل جديد من قناتكم قناة اخترنا لك وإيه رأيكم في النوعية دي من الفيديوهات هل تحبوا الفيديوهات اللي بالطريقة دي اللي فيها قصص وفيها حكايات ولا نوع تاني اكتبوا لي رأيكم في التعليقات على الفيديو دوت وقلوا لي رأيكم فيه وإنتوا عايزين النوعية دي ولا نغيرها وأنا بقرأ كل التعليقات وبرد عليها ما تنسوش في اللايك والشير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته